لقطة إنسانية لا يفعلها إلا جزائري شاهد ردة فعل الإعلام المصري على هذه اللقطة أنتهت مباراة الجزائر وتنزانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بنتيجة 2 لصفر لصالح الجزائر وبهذه النتيجة تتصدر الجزائر المجموعة وبقي لها مباراة وحيدة إذا فازت فيها تأهلت رسميا إلى كأس الأمم الأفريقية وبذلك تكون أول دولة إفريقية وصلت إلى كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج والهدف الثاني لقطة إنسانية جميلة بلال براهيم بعد تسديد عموره في القائم ارتدت الكرة إلى بلال إبراهيم وكان باستطاعته تسجيل الهدف بكل سهولة وهذه اللقطة لفتت تعليق الإعلام المصري وعلقوا بين هروب محمد الشوربغي لاعب المنتخب المصري للأسكواتش وتجنسه من الجانب البريطاني وعموره وغيرهم من المحبين إلى المحاربين فضلوا لعب مع المنتخب الجزائري بدل منتخبات كبيرة في أوروبا